أهلا بحضراتكم مرة تانية وأول حواراتنا هنا في البيت الكبير النهاردة معنا يعني الناقض الريادي المتميز والمعلق الريادي الرائع صاحب الإحصائيات والأرقام الجميلة الدكتور طري الأدور مساء الخير يا دكتور أهلا بك يا كبتن هاني دائما سعداء بتكون موجود معنا وبتفتري طبعا برنامجنا وحلايتنا أكيد الله يخليك تانية وطبعا بحييك وإن شاء الله نتمنى الأيام الجاية دي تكونون أيام جميلة للكرة المصرية وبإذن الله يعني تخرج المباراة القمة بشكل يليق بتاريخ مصر وعرقة مصر بإذن الله إن شاء الله قبل طبعا ملفنا الأساس إن شاء الله مباراة القمة بالنسبة مقارنات وأحصيات وأرقام كبيرة جدا ما بين النادي الأهل والزمالك في مباراة القمة لكن طبعا كلنا تابعنا من خلال الوسائل الاتصال الاجتماعي والميديا كلها في العالم بتتكلم على رحيل مارادونا هو طبعا نشوف النهاردة فيه تلات أخبار الحقيقة سلبية جدا وزعلتنا جدا الخبر وفاة مارادونا طبعا أحد أعظم تلات لعبين جوم في تاريخ كورت القدم إذا حطينا مارادونا مع بليو وميسي أنا بعتبر أن دول أعظم من لمسوا كورت القدم فيه لعبة كتير جات مميزة وأخيرهم كريستيان رونالدو الموجود دلوقتي لاحسن برجاوي يزعل لاحسن هو من محب كريستيان رونالدو لا ما أنا بقول فيه كريستيان رونالدو فيه لعبة كتير زي يوهان كرويف فيه لعبة كتير لكن يبقى يبقى تلاتة دول لو سألت كده جيت عملت استفتاء في العالم كله السبعة مليار الناسة ما بتقول العالم هتلاقي واحد واثنين وتلاتة بترتيبات مختلفة بليو ومارادونا وميسي ده حسب ترتيب الأعمار السنية فطبعا ده الخبر الأول وبعدين وفاة الزميل العزيز المقداد محمول مزيع إزاق شابوري هذا واحد من الزملاء الأعزاء أصحاب الخلق الرفيع والخبر الثالث طبعا حالات الكورونا اللي أصابت لعابي الأهل والزمالك وكننا احنا بنتمنى أن يكون الفريقين بصراحة كل جمهور الكورة العشق لكرت القدم كان بيتمنى أن أنت تلعب الأهل والزمالك يلعبوا كاملين تماما بكل اللعيبة واللي أفضل يكسب يعني بغض النظر عن أي عوامل تاري وبرضو كانت الناس كلها بتتمنى أو يعني تتمنى أن ما يكونش للمباراة أي مؤثر خارجي يعني اللعيبة والملعب واس فيش مؤثر خارجي يأثر على أن تكتر المباراة هذه الثلاث حاجات اللي زعلتنا لكن يبقى ماردونا طبعا اسم كبير جدا في كورت القدم العالمية يبقى ماردونا هو زي كده ما منقول بعض الأسماء المصرية زي الخطيب وحسن شحاتة والأسماء اللي هي حببة الناس في كورت القدم بعيدة عن إن فيه نجوم جوم كتير جدا بس في أسماء كده تحس أن الاسم ده خلى لك مثلا عشر عشرين مليون يحبوا الكورة فهما ملومش في الكورة فده ماردونا ممن جعلوا العالم يعشق كورت القدم بالذات إن بص أنا كتير قوي بتكلم في الحتة ديت بقول كورت القدم دايما بتصير نحو فقدان المتعة بننخل عوامل القوة البدنية ونواحة اللياقة البدنية لا اللي كانوا بنسموها المدربين زباني يقول لك مواصفات الخناءة يعني قاوي يوحد قاوي فبيتخانق وبيجرب سرعة عشان يهرب بالخناءة المهم من إيه دي مواصفات خناءة لكن تبقى كورت القدم وعبق كورت القدم في المهارة الفردية دائما اللي يعلق بزهن الناس فيه لعيبة كتير جات المهارة بس لكن هو ما أنجزش حاجة لكن يبقى اسمه كبير بسبب المهارة غير اللعيب اللي هو البدني بس ده بعد شوية الناس بنساء يعني هو بس عمره في الوقت اللي هو بلعب فيه فطبعا يبقى ماردونا واحد من الأسماء اللي علمت في النواحة الفنية في كورت القدم العالمية فإسمه يعني لن تنساه كورت القدم نكون في النهايات يعني حتى برضو بعضيات الوزن نكون نموذج أكتر من كده لكن هو طبعا لا شك ترك بصمة لا يمكن حد ينسى بالنسبة طبعا نرجع للملفنا الأساسي ومباراة طبعا القدمة ما بين الأهل والزمالك إن شاء الله يوم الجمعة وحضرتك عندك أكيد أرقام وعندك إحصائيات بالنسبة للقاء اللي جاي يعني عرفنا على أهم الأرقام اللي ممكن تقولها للأستاذ المشاهدين بالنسبة للقم ما بين النادي الأهلي والزمالك بص انت عندك مباراة بين أقوى فريقين مش بس في مصر ولا أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط كلها كان فيه استفتاء جميل عاملها مجالة ورود السكر من حوالي خمس سنين كان بتتكلم فيه على أبرز الدربيات في العالم طبعا دربي ريال مديريد وبرشرون احتل المركز الأول الدربيات سواء كانت أندية أو منتخبات فدربي البرازيل والأرجنتين خطيرت على المركز الثاني هو كالتشكيلة مش شرط أن يكون دربي في هذا الاستفتاء دربي الأهلي والزمالك احتل المركز الخامس في العالم الخامس على مستوى العالم فطبعا ده لا شك أن ده بيعكس إزاي كرة القدم في العالم عرفة الأهلي والزمالك حتى في أوروبا وحتى في دول كتيرة من خلال أنهما دربي مهمة جدا في مصر ومن خلال أنهم أيضا أصبحوا من أعظم الأندية في أفريقيا في السنوات الأخيرة بشكل عام ومن خلال أنهم عشاق في كل أنحاء العالم يعني لو روحت الدول العربية هتلاقي لو روحت أسيا هتلاقي مشجعين الأهل والزمال فده اللي خلى أهمية هذا اللقاء لشان نتكلم على هذا اللقاء والمباراة اللي هي تعتبر في نهاية دورة أبطال أفريقيا يعني أنا يمكن بعتذر أن أنا أطلقت عليها لقب نهاية القرن أنا أول ما نسميته نهاية القرن أو بطولة القرن يعني ليه؟ لأنه طبعا أعظم من وسط المباريات اللي جمعت بين الأهل والزمالك على مستوى كل المسابقات دي أكبر مباراة بين الأهل والزمالك بمعنى أي أكبر أكبر مباراة أعظم مباراة بين الأهل والزمالك ليه؟ لعبه في الدوري في النهاية دي بطولة محلية أه صحيح بطولة جبيرة بطولة محلية فلاعبه مباريات 120 مباراة في الدوري لعبه في كاس مصر لعبه 34 مباراة لعبه أعدد ك сб codes لعبه في سوبر المصري 7 مباريات لعبه زمان في بطولة منطقة القاهرة ولعبه في بطولة الكأس السلطانية أول بطولة على أرض مصر تقام سنة 1816 ده كله على المستوى المحلي لعبه كمان على المستوى الأفريقي في دورة أبطال أفريقيا ولعبه في السوبر الأفريقي لعبه في البطولات العربية ولعبه أخيرا بقى المباريات والدهي ما بين كل ده أهم مباراة هي المباراة دي لأنهم لعبوا قبل كنتم مرات في دورة أبطال أفريقيا بس مش نهاية يعني التمن مواجهات بينهم ما كانوش أبدا مباراة نهائية فهي مباراة في السكة فتقل أميات عن أنها مباراة بتحدد ثلاث ألقاب يعني دي المباراة دي ثلاث ألقاب دور أبطال أفريقيا اللي كاسو هتتسلم بعد تسعين دقيقة أو ربما مئة وعشرين دقيقة من أول مرة يقام فيها نائة دور أبطال أفريقيا من مباراة واحدة بعد بداية البطولة في 64 وحتى الآن دائما كان النهائي من مبارتين حتى البطولة الأخيرة اللي لم تكتمل بسبب طبعا مباراة الوداد والتراج التونسي فطبعا أول مرة يتعامل مباراة واحدة فتسعين أو مئة وعشرين دي هتحددوا اللقب ودي أول مسابقة ثانيا بعدها بأيام قليلة سيكون كأس السوبر الأفريقي وحيكون بيجمع بين الفائز من الألوى الزمالي وفريق نهضة بوركان المغربي وحسن الحظ أن هو في مصر الحمد لله فيعني اللي هيكسب حيب عنده فرصة كبيرة أن يضيف لقب تاني ثلاث الألقاب بقى وده مهم جدا ليه كأس العلم للأندية اللي كان حتى قريب النادي الآن ليحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات في نهائيتها شارك في خمس بطولات في إمكانهم في حق التأهل السادس أو الزمالي يلعب لأول مرة في كأس العلم للأندية فثلاث بطولات تلاث ألقاب في مباراة واحدة في مباراة واحدة ما نجي نتكلم عن القمة دي نتكلم عليها من أربع زوايا رئيسية هي اللي بتحلل لنا الموقف دلوقتي واحد التحليل الرقمي ودائما أنا هقول لك لأبع حاجات وبعد ممكن نتناقش فيهم بحسب أسئلتك تمام نمر واحد التحليل الرقمي التحليل الرقمي دايما فوش كده يعني أنا دايما الناس لما تيجي حد يقول لك رقم الشازلي لهداف التاريخ للدور المصر 173 جهول أنا مش بجامل الشازلي مش قاعد كده بقول الشازلي بجامل الشازلي الخطيب أكتر لاعب سجل أهداف في بطولة أفريقيا في تاريخ مصر 37 هدف مش بجامل الخطيب لا ده رقم الرقم لا مجاملة فيه صحيح الكامتر هاني رمز اللاعب قدامي لعب 123 مباراة دولية عارفهم أنت عددهم عددهم لا بس أعرف أنها هي 13 124 مباراة رسمية وجبت خمس أهداف لا بجاملك في 123 مباراة ولا بقول أنت مدافع جبت خمس أهداف دولية لكن ده رقم لا يخضع للمعايير يبقى أول حاجة التحليل الرقم المرة اتنين التحليل الفني ده اللي بيخضع لتغيرات قد أنا أعتبر مثلا أقولك إيه أحسن لعب في مصر سين أنت تقول لي لا فلان الفلان كل واحد يحط معايير ويختار أحسن لعب ممكن نختلف طب مين أحسن علي معلول ولا عبدالله جمعة ممكن نختلف مقارنة في المركز بمركز مين أحسن مصطفى محمد ولا مراوام محصر ممكن نختلف لكن ده التحليل الفني طب يعني عندنا التحليل عددي رقمي وتحليل فني نمرة ثلاثة ودي مهمة جدا 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 نقعد نتكلم للصبح في أرقام ونقعد نتكلم للصبح في تحليل فني لواجبات كل مركز ويوصل إيه بقى إن حالة اللعيبة إيه يوم الماتش مليش علاقة من مثلا كان حالة أشرف بن شرقي إيه على مدى الموسم كله علي معلول حالته إيه على مدى الموسم كله مصطفى محمد حالته إيه لا أنا بأتكلم يوم المباراة إيه الوضع ده نمرة ثلاثة نمرة أربعة ودي اتناقشت معاك فيها هنا لإني كنت أعلم بمشاكلها وإحنا منتكلم من شهر بالزبط في نفس اليوم اللي تأجل فيه المباراة نهاية من يوم ستة إلى يوم سبعة وعشرين وتأجل فيه مباراة الزمالك والرجاء اللي كانت معلقة من يوم واحد في الشهر إلى يوم أربعة فاكر اليوم ده بتلك إيه فيه مستويات موجودة دلوقتي لما وقفنا آخر مباراة رسمية للأهل سيبك مباراة أبي قير للأسماد لأنها كانت مباراة يعني لعب البودلة آخر مباراة كانت واحد وثلاثين أكتوبر اللي كانت أمام طلاقة الجيش اللي هي احتفل فيها النادي الأهل بالدول يبقوا كم يوم؟ سبعة وعشرين يوم والزمالك لعب يوم أربعة وأول مباراة برضو سبعة وعشرين يبقى تلاتة وعشرين يوم فتلاتة وعشرين يوم أو سبعة وعشرين يوم دي فطة كبيرة جدا تخلي لك المستويات ما تقدرش تعرفها بالرغم عن بالرغم أن الفترة ديت فيه عادة تغير لعب على الأجندة الدولية وبالتالي وبالتالي برضو موجودين في الملعب يعني ما عادوش خالص يعني فيه مباريات وفيه يعني متواجدين في الملعب ولا أنت توصد مش مع بعض أيوة كويس ده سؤال ده وضع حكي طب ما مثلا السلية لعب مباراة وحمد فتح لعب مباراة ده بالنسبة للأهل مثلا تلاقي الوينش لعب مبارتين وينش هيغيب بس بنتكلم على لعبه لكن دايما الهارموني بيتكون في الفريق اللي بلعب مع بعضه يعني فرق جبير قوي بين أنك أنت الأهلك اللعب يوم مثلا أربعة وعشرين وبعدين لعب مباراة في الدور المباراة الأخيرة في الدوري موح تراتين وكان يلعب يوم ستة أنت ماشي في هارموني قبل بقى المنتخب ما يتجمع اسمها الرتم 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 المباراة شغال واللعب كلها بتلعب جمع بعضها نفس الكلام الزمالك يمكن المباراة تانية تأجلت بس لعب مكانها مباراة لإسماعيل الأخيرة في الدوري ولعب مباراة الرجاء بعد كده الدنيا ماشية الرتم شغال واللعيبة كلها منساجمة مع مهضة ديت رابع العوامل فيه أربع عوامل العامل الرابع ده كنا بنتساءل هل في مصلحة الأهل أو الزماني فاكر أما سألنا وهو ممكن جدا يبقى بيأثر على الحالة الفنية إن المباراة هتتأجل كمان ثلاثة أسابيع لأن كان مباراة يوم أربعة وتأجلت يوم سبعة وعشرين بتتكلم في واحد وعشرين أو تلاتة وعشرين يوم بالزبط كنا بنساءل حيقصر الرتم اللي حضراتك بتتكلم عليه أنا قلت لك ساعتها ده مؤثر جدا قلت لك من ضمن عدالة كورتر قدم أنا فاكر قلتها بالزبط في هذا المكان عدالة كورتر قدم إنك تلعب المباراة في معادها يجي بقى كورونا وقفت تلاتة أو أربعة ده مش زماء خلاص ده قدر قدر حكم إن فيه كورونا أسرد على دول إن يكون المباراة ديه الوقت كده مفيش ولا العيب مصاب هنا ولا هنا لما تأجلت مثلا بقى هنا ستة مصابين وهنا واحد مصاب يبقى ده مش عدالة العدالة إن أنت ده الموقوف يتوقف والمصاب يبقى مصاب هي كورتر قدم كده مش ممكن أنا حلعب بفريق كامل على مدى موسم كامل إنما أنت وحظك بقى يجي مثلا حظك إن مثلا توقف أليو ديونج وتوقف مش عارف علي معلول فمباراة مهمة مليش دعوة هو ده الحظ خلاص طبيعا لكن لما تيجي تأجل يبقى بتتدخل تدخل تدخل تاني خارجي فعشان كده ده عنصر مهم جدا 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 وفي هذا العنصر أنا كان وجهة ناظري إن النادي الأهلي مثلا أما لعب مباراة أبو قير الأسمادة في الكاس إنه كان يلعب بالتشكيل كامل مع اللعبة ما لعبتش مع بعضها الفترة دي آه فيه تخوف مثلا من إصابات من مشاكل فيه تخوف لكن وتخوفه كان واضح كمان إن بعض اللعبة جاية من المنتخب يعني كان فيه برضو صفر كتير لو تتكلم على اللعبة تحت المنتخب اللي رجع مع منطقة مصر جايين من توجه ففيه إرحاق شوية في السفر مباراة والضغط كان مباراةين في خلال أربعة أيام فممكن يكون فيه ضغط شوية على اللعبة فزي ما حضرتك بتقول هو كانت تخوف جزء من التخوف من الإصابة والإجهاد أيوة أنا معك بس إيه إنت ما تيجي تعدهم كده الشناوي لعب المباراثين وحرص المرمى يعني مش بيعمل مجود من يبنى محمد هاني لعب مباراة واحدة أيمن أشرف لعب مباراة واحدة السولية لعب مباراة واحدة وتوقف وحمد فتحي لعب مباراة واحدة يعني ساعة وخرج بالضبط يعني عايز أقولك إيه ما فيش حد كان عليه عب المباراتين بالكامل لا كلهم لعبوا يا جزء من مباراة قفشة حتى ما نكملش مباراة بالكامل يعني بنتكلم على اللعبة اللي لعبت كان عندها الفرصة أنها تلعب حتى لو جزء من المباراة مش الغرض أنك أنت بسها مباراة خايف تخسر لا هي مباراة كانت تعتبر في عرف هي تصعبت في وقتها بس تعتبر في عرف كنت القدم في قسم تاني في المتناول بس أنت كنت تتجرب العب ممكن بعد كده أنازل بقى البودلاء يعني أنت كنت تتمنى أو تتتوقع أو تتمنى أن يشارك بالفريق الأساسي مباراة أبو إير ومن خلال المباراة ممكن يخرج يعني يلعب مثلا عنصر ساعة وينزل البديل وهكذا فأنت ترجع شوية تتكلم على الهرموني والتجنس يرجع حتى آآ آآ بالزبط طبعا أنا زي ما بقولك لو مثلا أنا تخيلت اليوم 27 فيه مباراة كانت يوم 10 مباراة يوم 13 مباراة يوم 18 مباراة 22 وبعد 27 زي ما كنا ماشيين في رتم المباراة كده الوضع مختلف تماما أنت ماشي في رتم المستويات ماشي أنت كده أكلنك إيه بدت موسم جديد يعني 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 بين وبينك ممكن مثلا إيه أما وقفنا كان فيه لعيبة وصلت إلى فور معالية جدا أليو ديونج لاحيئة ما كان حيلعب هو الكورونا وقفته يبقى ده مش عدالة كان السلية في عز تقلقه علي معلول في عز تقلقه ده بالنسبة لآخر ومراوانج كان ماشي مراوانج كان ماشي كواس جدا وجاي الجول في النهائي جميل جدا وبتدى يخش في فورمة المتشاة وبتدى كمان يسخ فيه موسماني فبتدى يعلى جيت أنت أتلت الرتم ده وبادي بقى من جديد فدي أنا حطته نمرة أربعة بس عنصر مؤثر جدا نمسك الأول العنصر الرقمي اللي هو لا يقبل المناقشة ده لا يقبل المناقشة بس مش كل مرة الأرقام وبذلك زي ما نقولتك العناصر بتدخل فيها ما تترجمش يعني لو قلنا الأرقام مثلا الأهلي بيكسب عدد أكبر ده مش بالداعي أنه يقسب المباراة اللي جيد الأرقام دي في التاريخ لكن إحنا عشان قلنا أول عنصر في التقييم رقمي فنقول إيه الأهلي في الدور السناني في الأربعة وثلاثين مباراة فاس في تمانية وعشرين مباراة وتعادل في خمسة وخسر مباراة واحدة نفس عدد المباريات بالنسبة للزمالك الزمالك فاس في واحد وعشرين مباراة وتعادل في تمانية وخسر خمسة طبعا الفارق الرقمي اللي إحنا ما بنقولش أنه حاكم دلوقتي سحب نتكلم في الرقمي لصالح الأهلي الأهلي في الدور ده عمل رقم كبير جدا أنه سجل أربعة وسبعين هدف وعليه تمانية عمل أكبر فارق من الأهداف أو بلس ستة وستين هدف ده أكبر فارق من الأهداف في تاريخ الدور بينما الزمالك في نفس الموسم جاب خمسين هدف وعليه سبعة وعشرين هدف يعني زائل تلاتة وعشرين الفارق رقمي الفارق كبير طب تعال على بطوط أفريقيا سيبك من الدوري أنه ممكن نقول مثلا أن الزمالك جا في السكة تبدأ يفقد الأمل في الدوري تعطل شوية فقلينا نتكلم في أفريقيا كلا الفريقين لعب أربعة عشر مباراة بدأوا من الدور التمهيدي ماتشين دور الأول اللي هو الدور التاني ماتشين يبقى أربعة ست مباريات في المجموعة يبقى كده عشرة واثنين مباراة في دور التمهيدي واثنين في قبل النهي يبقى أربعة عشرة المباراة المباراة الأخيرة دي يبقى خمسطاشر السنة دي اللعب المباراة النهي ايه اللعب هو خمسطاشر بدل ما كانوا ستشر مباراة يعني من غás السنة تعال فاس في ثمانية واتعادل في ثلاثة وخسر في ثلاثة نيجي للأهداف أن هذا الأهلي عمل رقم قياسي ليس على مستوى مصر وإنما على مستوى بطولة أفريقيا منذ نشأتها سنة 64 أنه ضرب أكبر عدد من الأهداف يسجلها فريق في نسخة واحدة لأي بطولة أفريقية لأي بطولة أفريقية؟ أي بطولة أفريقية بما فيها كونفدرالية كله عمل الرقم القياسي كان الرقم القياسي مسجل باسم إنينبا النيجيري سنة 2003 البطولة اللي فاز فيها عن الإسماعيل في النهائي كان جايب 31 هدف النادي الأهلي قبل المباراة النهائية مسجل 34 هدف يبقى مبدئيا كده قبل النهائي هو ضرب الرقم بتلات أهداف فسجل النادي الأهلي على مدى البطولة 34 هدف ودخل مرمى خمسة يبقى عامل بطلس 29 في نفس عدد المباراة اللي لعبها الزمالك الزمالك بقى جاب 23 هدف جاب 27 هدف وعليه ستة يعني بلاس 21 يبقى كده كل الدورة بطولة أفريقيا الأرقام أفضل نمسك الفريقين لعبوا إيه في بطولة دورة في أفريقيا لعبوا مع بعض على مستوى أفريقيا بشكل عام 9 مباراة وعلى مستوى دور الأبطال بس 8 مباراة المباراة اللي خارج دور الأبطال الوحيدة بين الأهل والزمالك على المستوى القاري هي السوبر الأفريقي اللي كان في جوهانس بيرج 94 الفاس بالزمالك ده الفوز الوحيد للزمالك التمن مباراة اللي لعبهم الأهل والزمالك في دور أبطال أفريقيا لعبهم بواقع مباراتين زهابوا عودة زهابوا عودة في الدور قبل النهائل بطولة 2005 الماتشين اللي فاس بيهم الأهل 2-0-2-1 ولعبوا كمان مباراتين في المجموعة في 2008 لما ابتدوا مباراة المجموعة ولعبوا في الجولة الخمسة بعد كده 2-1 وبعدين 2-2 وبعدين نفس المواجهتين دول جنفه في 2012 برضه في المجموعات وفي 2013 في المجموعات يعني 8 مباراة 8 مباراة 8 مباراة لم يفوز الزمالك على الأهل في هذه المواجهات النادي الأهل في 8 مباراة فاس 5 مرات وتعدل 3 مرات يعني عشان بقولك فاس ذهاب وعودة في 2005 وفاس وتعادل في 2008 وفاس وتعادل في 2012 فاس وتعادل في 2013 فخمس انتصارات وتلت تعادلات والنادي الأهل سجل 15 هدف والزمالك سجل 8 أهداف يبقى رقميا في كل المناسبات الأهل يتفوق على زمالك في هذا العنصر صحيح نيجي بقى على حتى رقميا بالنسبة لأرقام اللعيبة نفسها باستثناء تفوق الزمالك في أن الهدفه مصطفى محمد جاب 7 أهداف باعتبار أن هدف هو مفروض جاب 8 أهداف بس للأسف اللي تحضر أفريقي سجل هدفه في مرمى جوهانسبرج للمدافع في مرمى فهو بقى جاب 7 زي بن شرق بينما حسين الشحات في الآل جاب 6 يعني الهدف الهدف في الزمالك يعني معه أرقام أكتر على مستوى التهديف بس لعبين فقط جابوا يعني 7 أو 7 أو 8 نقول مصطفى محمد برضو كان مساهم في الهدف ده 15 هدف من السبع وعشرين جابوا من الاتنين دول بس بينما عند الآله التنوع التهديفي عدد أكبر من اللعيبة سجله أهداف يعني العدد اللعيبة اللي سجله أكتر في النادي الآهلي فمن هنا بنتكلم على رقميا بشكل عام النادي الآهلي يتفوق يبقى العنصر الأول في التقييم وهو العنصر الرقمي كان الآهلي متفوق بيتفوق فيه نادي الآهلي وزي ما تقول ده عدديا وإحصائيا يعني أنا بشكل ليه فقرات الآهلي تعال بقى نجمل الأهل لا ده رقم يعني الأهل سجل 34 هدف هنخصمه منهم ده رقم سابت نيجي بقى نخش في النواحة الفنية اللي هي تخضع لمعايير بس ما هي المعايير الأمثل عشان فيه ساعات زي مثلا إحصائيات الكورا ستاتس مثلا إحصائيات اللي هي بتتعامل على المباراة ما أقدرش أحط كل اللعيمة في بوطاقة واحدة في التقييم بمعنى ما أقولش إيه استخلص الكورا كم مرة ما أنا مش مهمني أقول أن المهاجم يستخلص كورا ما أقولش عمل كام باس سليم لأن المهاجم برضو مش شرط أنه يمسك قلم سكورا كدير حاجات كتير جدا ممكن عدد ممكن يطلع لي إحصائية أن مثلا دكتور طارق بيعمل 80% من باساته سليمة وأجد أشوف في الفيديو أنه هو بالباس على بعض يرضى ويرجع لي أو يرجع لي بالزبط يعني أنا جيب هافدفندر مثلا هو باسير كويس ودي على فكرة الوظيفة رقم واحد في الديفندرز مركز ستة اللعب اللي بيقى مركز ستة ومركز تمانية هي مهارة التسليم والتسليم لأن دمهم متو هو بيوصل الكورة طبعا في عوامل تانية وما في الكورة الحديثة جدت صفات كتير جدا في لعب الوسط المدافع غير ما أقول الجول حارس المرمى عندي عناصر تقييم فأنا حارس المرمى بشوف المرونة والرشاقة السبات الانفعالي الصفات الشخصية لأن الشخصية دي مهمة جدا القوة الانفجارية تحولوا ناحية الكورات بشوفوا في الانفراضات بيعمل إيه بتتكلم على الردود الأفعال بالضبط الردود الأفعال السريعة اللي بنسميها القوة الانفجارية من وضع السبات الحارس يتحول إلى وضع الطيران في زمن قد إيه التعامل مع عنصري الزمن والمسافة الزمن والكورة جاية له يتعامل معه إزاي والمسافة جاية له الكورة منين فيقدر يزبط نفسه على المسافة الحركة والحركة الحارس المرمى تشمل قسمين الحركة في المرمى يعني أنا بتعامل معه جاية لكورة عرضية جاية شطف في الزوية الشبال في الزوية المين بتحرك إزاي على الخط أو جوه منطقة السكسيار الحركة ما بين ثلاث خشبات والتاني هو الحركة جوه منطقة الجزاء مالك بقى منطقة الجزاء إزاي يتحرك بره يتحرك جوه بينما ماجي للظاهير الأيمن والأيصر لاتنين بقيم إيه بقيم الأداء الواجبات الدفاعية ورقابة اللعيب اللي في الجبهة العكسية يعني هو مثلا باكي مين الأهلي حيقابل الجبهة الشمال للزمان دي مهمة دفاعية التغطية العكسية المسندة الهجومية لعب الكورات العرضية ده نمر واحد وإتقال الكورات العرضية يا فرحيت يا نلعب مثلا عشرين كورة ولا واحدة منهم عند لحد فدي كلها عناصر تقييم أما تيجي انت تحطت عناصر التقييم دي امسك مركز مركز قابل الدفاع لازم يكون التمركز إزاي انت طبعا بقى تتكلم في دي العاب الهوائية بشكل العاب الهوائية تتعامل فيها إزاي الرقابة الماركينج على اللعيب ده بتنعمله إزاي الانسجام وتغطية المساحة الوقتي بقى في الكورة مش زي زمان أنا مثلا ده مرائب ده خلاص بانلوش ده أو لا أنا عندي برائب وعندي مساحة أنا مسؤول عن الجزء ده والسير دي باكي التاني مسؤول عن الجزء ده الكورينج تمان وبتتكلم عن عوامل كتير وتغطية وكل كلامنا وكمان بناء الهجمات الوقتي جدت مثلا ما كانش زمان مطلوب قوي إلا من الليبرو ما أنت كنت الليبرو مثلا أو برايم يوسف ما كانش مطلوب بشكل كبير لكن ما كانش انت عوي سالم وخلاص لكن الوقتي لا ده مهم جدا في تقلييم المدافع الهاف دي فندر قلنا عنده مهام كتير جدا الهاف دي فندر عنده مهارة التسليم والتسليم التسديد على المرمى اللي هو مفقود عند كتير من اللعيبة بيقدي قويس قوي لكن ما بيجيبش جوال ولا بيسديد على المرمى دي مهم جدا مهم المسندة الهجومية في العمق مهم المسندة الهجومية على الأجناب مهم عمل الباص البيني زي ما عمل مثلا السنادي كتير والسولية زي ما بيعمل سياسي في الزمالك مهم نتكلم على هذه المهام التغطية الدفاعية قدام السردباكين ولازم يكون عند الهاف دي فندر في الكرة الحديثة أنه لازم يغطي وراء الاتنين اللي بيطيروا في الأجناب كان دائما فيه فرق بتلعب على الوراء اللعيبة يعني مثلا علي معلول بيزيل تلعب وراء مين مهمة مين مهمة الدفندر عشان كده أكبر توصيف وظيفي في كل مراكز الملعب للاتنين الدفندرات سواء مركز ستة أو مركز تماني اللي تحت رأس الحربة كل اللعب له مهمة المركز عشرة ده عنده الكرات البيدية والتسليم وأنه يشتغل محطة وأنه يعمل الكابريج على الاتنين اللي على الأجناب أنه يغير مركزه أنه يحصل بالانسجام بينه وبين الأطراف الملعب أطراف الملعب يلعب كرات عرضية ينضم للداخل فشان هو غير مهام الدفاعية بيرجع يسند غير أنه بيرجع يسند وبذات ما كانش قوي في وقت فايلر الزمان برضو كان بيبقى معلق ما كانش مطلوب من مصطفى عبدو زمان مثلا أنه يرجع يدفع لكن دوقتي مطلوب شوف أنت موسيماني أول ما بيفخد الكرة لفريق الأهلي لازم يقوله ويرجع ويرجع تلاقي مثلا حسين الشحات لو بيلعب يمين وأجييلة وشمال تلاقيهم شبه باكين مصبوط وسعاد بيبقى وراء علي معلول شوفنا أجيب في بعض المواقف أن علي معلول هو اللي بيزيد هو مأخر نفسه شوية مصبوط وحسين الشحات عملها عنده الأربع مهام أساسية غير المهام الفرائية أولا تسجيل الأهداف ويسجل بمعدلة الأهداف باليمين والشمال والرأس ولا هو بيلعب بيمينه بس ولا عنده تلاتة ولا عنده تنم تلاتة كل ده تقييم أداء الواجبات الدفاعية كان زمان المهاجم ما عندوش واجبات دفاعية لازم هو بيبتدي منه عملية الضغط الدفاع نمرة تلاتة صناعة الفرص أنا مش مهاجم بس بسجل لا بصنع فرص شكرا كده ميسي كان أما بيتكلم في وسائل الألام يقولوا الأهداف يقولك لا أنا بسعد لما بصنع أما بخلق أهداف مش إن أنا أسجلها في وقت من الأوقات كان عماد متعب بهذا السيستم عماد متعب في وقت في وقت ما كانش بيسجل لكن بيعمل مساحات لزماله عشان يفتح المساحات هي دي بقى المهمة الرابعة يعني غلق المساحات والتعامل مع مع تحت ضغط الخصم الاستلام الكرة تحت ضغط الخصم مهم يجد أكتر لعيب عليه ضغط هو المهاجم الرأس الحربة شاندارو الجور حتى التانيين اللي قموا الشادو سترايكرز التلات مراكز يمين شمال وفي العمق من عشرة ده التلاتة دول ممكن يزل يهرب يخش الجوة يعمل أوفرلاب مع الباك اللي معاه اللي يعمل شغل كتير لكن في النهاية ما تقدرش نمسيكه قاوي لكن المهاجم ده دايما أكتر لعب على أرض الميدان دايما دهره الجول لأنه قدام خط الكورة بشورة خط الكورة فبيستلمه دهره الجول فلازم يعرف استلمه والمدافع لازق فيه في دهره فدي مهمة جدا فده في عناصر التقييم لما تيجي تقيم العناصر دي وانا زي ما قلت لك لازم حالة اللعيبة تحكم اللي هي العنصر رقم أربعة رقم ثلاثة حالة العنصر اليوم المباراة بتيجي نقيم بتيجي تقول مثلا الشناوي وأبو جبل الاتنين من أبرز فراس المرمى في السنوات الأخيرة في الكورة المصرية ووصلوا إلى فورمة من حظ المنتخب أن الاتنين يوصلوا إلى الفورمة دي فلما تيجي تتكلم على حرس المرمى فيه إحصاءات أرقام يعني أما تتكلم على حرس المرمى مثلا كام السيفز السيفز للشناوي أعلى لأنه عمل 73 سيف في الدورة السنية 73 رقم كبير جدا ليه بقى لأن السيفز دي بتبقى هي الكورات المحققة مش سيفيا مثلا واحد شاط من 50 يارضة ورحمة سيكة لا دي مش دي هي التسديدات القوية الكورة مثلا إنقاذ يعني كورة خطرة جدا وأنقاذة أو هدف وأنقاذة بالضبط زي بتاعة الشناوي مثلا اللي طلعها في ماتش توجو في الماتش العودة من الزاوية للشمال زي بتاعة الشناوي اللي طلعها مثلا من ضربة رأسية علي جابري في ماتش بيراملز في الدول واحدة من أعظم الإنقاذات السنة زي بتاعة أبو جبل اللي حطاها باجي بدربة رأس في ماتش الزمالك وطلعها من تحت العرضة اللي هي السيفز الخطيرة دي الشناوي تكاس العالم بتاع كفاني بالضبط مسافة ديئة جدا كل ده بقيم حارس المرب في حاجات فنية وفي حاجات رقمية جوة لتقييم ده يعني مثلا ما قول جالوا على الشناوي حداشر انفراد أنقذ منهم سبعة بالنسبة لي أبو جبل عشر انفرادات أنقذ منهم ستة شوف التقارب تقريبا زي بعض يعني تقريبا زي بعض دواعا زي بس مش الرقم بس اللي بيحكم لا في العوامل التانية الشخصية التحرك بين القائمين والأهاردة ملء منطقة الجزاء اللي هي بتفوق فيها الشناوي شوية مثلا أبو جبل يجيب لك العالم يعني كمان الانفرادات دات انت تكلم على انفرادات ممكن يكون انفراد من الجنب شوية فدي بتصعب الأمور على يعني المهاجم انه يحرز فأبو جبل مثلا أو الشناوي يقفل بشكل في عوامل في عوامل كثيرة جدا في حاجة اسمها برضو حتة ان حارس المرمى يكون عنده الطموح والصبر الصبر ده انه هو واقف مثلا تسعين ديها ممكن يبقى وقف مئة وعشرين ديها ازاي يبقى عنده صبر انه هو واقف وما جاليوش حاجة بساعة تم تجيله دي اصعب دي اصعب جدا دي اصعب حاجة انه هو ممكن يحافظ على تركيزك تسعين ديها بالرغم انه ممكن خلال عشر دقايق ما تكونش مشارك في المباراة بشكل بوزي بالشكل ايجابي بالظبط تجي تعمل ايه من ضمن الحاجات اللي بتعملها مثلا ايه اجهزة الاحصاء العالمية في المطشاط الكبيرة ومطشاط كرة القدم بيمسك الحارس بيحطوله السبع تمان عوامل اللي احنا قلناهم دول يقول كل عامل من عشرة هنا هياخد كام سبعة من عشرة في دي هياخد كام تمانية من عشرة في السيفز هياخد كام كذا في الانفراضات ياخد كذا التعامل مع الكرات الأرضية ياخد كذا نحط الرقم ده والرقم ده انا عملتها بس مش هنقض نعد الارقام كده بس عملتها لقيت الشناوي فارق عن ابو جبل فارق بسيط جدا يعني الفارق ده ما يفصل لكش في مباراة فارق بسيط جدا نيجي بقى للدفاع هنا والدفاع هنا قلبي الدفاع عندهم مهم خاصة بيهم فبالتالي انت بتقارن مقارنة مباشرة بين الزمالك لو كان بيلعب محمول علاء والونش افضل واحد قلب دفاع في مصر فهو طبعا فقدانه ده مؤسر جدا اكتر كمان من تأثير عبدالله جمعة واكتر من تأثير اوباما انا لو تقول لي مين اكتر لعب التلاتة اللي جالهم كورونا اوباما وعبدالله والونش انا رأيي ان الونش اهمهم يعني عبدالله جمعة اه عشان مفيش بقى شمال تاني بس ممكن الزمالك جرابها كتير او لعب باسلام جابي اسلام جابي عشان كده ما تيجي تسألني مين اللي تتوقعه يلعب في المكان ده في ناس يقولك ايه طب ما ممكن لو جاهز لو جاهز مكان الونش ولا وجهان عبدالله تتكلم على المركز مكان عبدالله عبدالله اه في ناس يقولك ايه لا طب ما يلعب لعب طرف أصلا حتى لو حزم امام جاهز ما يحط احمد عيد شمال بقى انا هحط لعيب اول مرة ماتش زيادة احطه في حتة تانية او اخلح مدعي ده هو نفسه يمين وان اللي حزم مش عملية لكن اللي جرب ولعب قبل كده وخضها اسلام جابر خلاص فانا احط اسلام جابر مكانه لكن في القلب دي دي عبدالله كويس مع محمود بس مؤثر جدا غياب ده تيجي على النادي الاهلي النادي الاهلي من اكتر المراكز اللي عانى منها على مدى الموسم هو قلب الدفاع اتصاب سعد سمير وورا محمود المتولي وورا رامي ربيعة وياسر ابراهيم ابتدى حتى اللي كانوا ملعبوا ايمن اشرف كان بعد ووقات اتصاب وياسر ابراهيم يعني كلهم كانوا تقريبا في عداد المصابين حمد فاتح الليعب شواء ياسر دفاع ايو بالزاب عشان كده دي اكبر مشكلة بالنسبة للنادي الاهلي هي قلب الدفاع انما الزمالك في وضعه برضه عنده مشكلتين مشكلة ان الوينش مع محمود علاء بيكمله بعض لان محمود علاء عنده الميل كان شواء يطلع مع المهاجمة يطلع في ضربات الرأس ده على فكرة صحيح ميزة للمدافع لكن كان في وقت او من الوقت عيب على الفريق لان هو برضه كان بيفتح صغرات وورا الهجمات المرتدة زي ماتش الكاس ماتش افسي مصر ايه كان ايه اللي حاصل صفر صفر دي اه 85 هجمة واحدة مرتدة مزموطة مرتدة يا ابو جول فدي مشكلة بالنسبة لطبعا لنادي طب تعال نكمل مع حضرتك يمكن تقييمك للجزء دوت احنا وقتنا لخط الدفاع والغيابات نتكلم كمان ان شاء الله ممكن الغيابات وتأثيرها على وخاصة دي يونج نكمل لتأثيرات البتاعة الكورونا الكورونا بالنسبة للفرقتين نطلع بس فاصل ونرجع مع حضراتكم مع الدكتور طارق الأدور رجعنا مع حضراتكم والدكتور طارق الأدور اسطورة كبيرة جدا طبعا مش عنبطل نتكلم عنه طبعا أكيد أكيد وعن 60 سنة برضو دي سن بالنسبة للرياضيين مش سنة كبيرة يعني المفترض ان هو يعني فضل يلعب كرة قدم لغاية ما تجاوز 36 سنة يعني يعني برضو العيب حتى اللي بيعمر شوية بتلاقيه محتفظ بالياقته فترة أكبر من عبه الله يرحمه برضو هي الحياة الشخصية برضو بالزبط الجزء الخارج النطاق الرياضي كان للأسف ما كانش على المستوى المطلوب طب نرجع تاني لحوارنا وكان حوار شايق جدا بالنسبة للغيابات نادي الأهلي والزمالك على المباراة القمة ورؤيتك ليه البودلاء هتكون ازاي والتعويضات هايبقى شكلها ازاي والخسائر أكتر هنا ولا هنا تشوف طبعا من غير شك التأثير على الزمالك أكتر ليه لأن الثلاثة اللي بيلعبوا أساسيين يعني الثلاثة والزمالك ده كان فيه مشكلة برضو في السنين اللي فاتت إن الزمالك عنده 11 لاعب برة اتنين واحد مثلا ديفندر تاني ولا واحد تحتراص الحربة تاني فالعملية القماشة ما هيش واسعة إنك انت تشيل ده تحط ده فدي ده المخلية النادر آهلي ما يعانيش قوي زي معاناة الزمالك نمسك الأول غياب اللي هو الوينش قلنا إنه طبعا ده مؤثر جدا وأنا بعتبره أكثر تأثيرا غيره من عبدالغاني برضو من اللعبة الكويسة من اللعبة الكويسة بس الانسجام اللي حصل بين محمود علاء زي ما تقول إيه إنت المخ وانا العضلات يعني بيعوضوا يعني لو علاء شرخ شوية عارف الوينش إن هو يثبت ويعمل إيه وبجانب تمركزه أعلى التكوف بتاعه أعلى من عبدالغاني شوية إيجادة ضربات الرأس أفضل التاكلين جوني هو في الفورمة كويسة بصحة آه بالضبط فبالتالي من هنا عبدالغاني مكان الوينش نيجي على الناحية الشمالة عبدالله جمعة هي دي المشكلة اللي إحنا قلنا هل يلعب إسلام جابر ده من وجهة نظر أنا هل يلعب إسلام جابر وعبدالغاني هو جرب يلعبه في المكان دوت وقده بشكل معقول يعني في المباريات اللي لعب فيها لما كان عنده أزمة إن عبدالشافي مصاب وعبدالله جمعة جل وشد عضلي في الفترة الأخيرة من الدول فدي احتمال واحتمال الثاني إنه هو يكون بيفكر إنه يلعب أطراف أطراف أصلية وده ممكن أنا باعتبر إن أنت المقولة المأثورة للمداريب كورت القدم يقول له إذا كنت عندك مشكلة ما تخلهمش اتنين تتعندك مشكلة إن عبدالله جمعة غاية ما تخلهمش اتنين ويبقى عندك كمان واحد مش في مكانه ويبقى عندك مشكلتين فأنا بأتكلم التالت بقى مركز أوباما ده لما تعمل تباديل وتوافيد أوباما مش موجود إما إنه هيلعب أونجم فأونجم في الحالة دي مش هيلعب في العمق هيلعب على الطرف فهيروح في الطرف الشمال تروح نائل بن شرقي إلى العمق الهجوم وفي الحالة ديت أنا موجة نظري إن بن شرقي لما بيكون على الطرف بيبقى أقوى بكتير عما ييجي في العمق لإنه على الطرف بيجي من المكان فاضي ويقدر يخش لجوه غير إنه أصلا جوه ممكن تقفل عليه يعني اللعيب اللي هو المساحات بتبقى قادئة شوية جوه كله بدخلت الملعب شوية يعني المساحات بتديق بقى بتديق شوية فأتعمل إيه؟ يا أونجم تحطه شمال ويخش بن شرقي في العمق وزي ما هو زيزو يا أمم كاسونجو تلعبه شمال برضو ويلعب بن شرقي في العمق يا أمم بقى هو ماتش الكاس يمكن أفتكر لعب مصطفى محمد وكاسونج يعني اللعب اللي اتنين لعب اتنين آه فممكن يكون شادو سترايكر بس مهامه طبعا مختلف عن أوباما شوي يعني ممكن يلعب بنفس الطريقة لا بس كاسونجو ما يلعب مش هيلعبه في وجود مصطفى محمد رص حربة صريح رقم تسعة لا هيلعبه شمال لأنه أصلا بيجيد أكتر اللعبة في ناحية شمال فيه بقى حاجة تانية دي توريفة بقى إن اتعاملت السناء دي في عدد قليل من المباريات إن ساسي هو يلعب شادو سترايكر مش ديفندر ويلعب محمد حسن يبقى محمد حسن جميل طريق حامل وساسي عشر برضو نفس الكلام إذا ساسي لعب قدام ما عندوش الرؤية والمساحة إن هو يلعب زي ما بيلعب ديفندر فده تلاتة بتوع الزمالك وكل الاحتمالاتهم واحد بواحد كالوينش وفي الشمال يأمن إسلام جابر يأمن يلعب واحد من الأطراف وفي قدام فيه تلاتة احتمالات أقربهم من وجه النظر أنا إنه وناجم يلعب شمال ويلعب من شركة العمق ويبقى ده نيجي للأهلي الأهلي الضربة قاسية رغم إن هي في لاعب واحد من التشكيلة الأساسية لكن ضربة قاسية جدا ليه؟ لإن ديانج بقى رئة مهمة في الأهلي وبقى له مسؤوليات تفوق ما إن انت بتلعب بثنين ضرب هافد فانت تفوق واجبات مركزه أصلا بيعمل حاجات ممكن يعني بتزيد عن مهم مركزه مش مطلوب إنه يعمل أساس مش مطلوب إنه يزيد بشكل كبير جدا في فترات طويلة لا ما شاء الله يعني يعني ربنا يرجعه أول حاجة بالسلامة لكن هيكون طبعا فيه مؤثر جدا على الرغم من إن أصلا آليو ديانج ما كانش أساسي في بداية المنسب وعاصر بايلر كان اللي بلعب حمدي فتحي والسولية لما حمدي فتحي اتصاب راح ملعب السولية جنب ديانج ومن هنا ابتدى ديانج يخش في التيم بس في البدايات ما كانش كده في آخر سبع مباريات على الرجل تحديد فجئنا ديانج بمهارة ما كانش إحنا بنحطها في الاعتبار في اللعيب اللي هو مركز 8 أو مركز 6 خالص إننا أبقى دريبلر بالكورة واخترق في عمق الملعب إذا كان دي مطلوبة من العيب تاني بيلعب في الأطراف أو العيب تحت راس الحربة فهي ما كانش في الحزبان عندنا إحنا إحنا ما كانش عندنا شافي هرناندي بزبط يام بقيا برشلونة ما كانش عندنا لوكا مودريتش ما عندناش الكلاس ده جالنا ديانج هو أول يعني أنا ما أذكرش إن مثلا من يام حسني عبدالربو ومحمد شاوقي أما كانوا الاتنين فاكر طبعا الاتنين دول أما كانوا دفندرز وكان بيزاي بيقدوا الدور ده أما كانوا بيكمله ويشوته لا ده مش بيسدد لا ده بيخترق ويعمل أسيستات في العمق ويعمل الكلام ده إنما اللي جدت كمان مباراتها الوداد طلعت المخزون اللي عند ديانج في حتة مهمة جدا إن إزاي أنا أعرف أما استلم تحت ضغط الخصمة في حتة صغيرة أعمل الفص على طول يعني زي الكورت الهدف التاني اللي عملها لحسين الشحات في مبارات الوداد من الشناوي الكورة جات في لوس الملعب كورة مقتولة تماما لو ما عندوش القدرة على إنه يحط اللعيب في ظهره ويدوس بيها يمشي ودي ما كانش موجودة عند يعني مثلا ما كانش عشور ولا طريق حامد اللي هو الكلاس بتاع طبعا لا يعني مش موجودة عند ناس كتير مش عند اللعيبة دول بس الضبط الهولدنج ميت فيلدرز اللي إحنا عارفينهم من دمان ستة ستة يعني اللي هو ستة ستة ده إنه هو دايما بيستلم ويدور ويعمل الباس كده ويعمل يعني يدور مدربين زمان يقول ايه طعو يسلم ملكشي ده يعني أقول ما تيه طعو يسلم الكرة بعد الملكشي ده لا ده إيه بيستلم وبيدوس على الكرة وباس واحد انفراض من نص الملعب للشحات فدي تفرق كتير جدا في استراتيجية يعني أما يلعب حمد يفتحي لا يقل عنه حمد يفتحي يلعب منتخب ولعب مع المنتخب لكن بنتكلم على إن كان فيه فكرة تاني يعني فكرة تاني إن أنا أضغط منين وكمل أدوس منين ومين اللي يكمل معايا مين اللي أنا هخش مكانه هيفتح لي سكة أو هخش هو العمق دي حتة مهمة جدا 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 هيفقدها النادي الآن وليد سليمان مش كانش هيبدأ أساسي بس وليد سليمان ورقة ورقة مهمة جدا جدا ممكن تقلب موازين أي مباراة فطبعا لا شك إن أنت إيه هتبقى ما عندكش نفس الأوراق ومسكت وليد كمان على طبعا المستوى الفني بيعمل الفريق آخر ثلث ساعة وكمان على مستوى البوش على مستوى القيادة وما أنت في ساعات في المباراة الكبيرة بتحتاج لعب زي وليد سليمان إنك ينزل يا إما لقدر الله متأخر بهدف فبيديك أدبانتج بيديك فرصة إنك تحرز هدف والجزء الثاني إنه بيكون قائد ملعب إنه هو يعمل بيهدي العيبة بشكل أو بيمسك كورة بشكل كويس فدور وليد كمان ما كانش على مستوى الفني بس لأك كمان على مستوى القيادة مصبوط كلامك مصبوط أنا قبل ما أنت تقول ديك هقولك النقطة المهمة إن فجأة إنه دي الأهلي اللعيبة الكبار اللي هي عندها خبرات برضو دايماً الخبرات جيل بيسلم جيل أما القالي مثلاً فقط عدد من اللعيبة زي أحمد فتحي زي شريف إكرامي اللعيبة اللي هي إيه بقالها سنين وعارفة إزاي عندها روح القيادة وروح إنه اللي هي مصبوط اللبس قط اللبس دي ما كانش بتتقال زمان لأن اللعيبة ينزل على بركة ربنا كده وخلاص طبعاً بركة ربنا أعلى من أي حاجة بس إيه ما فيش الفكر بتاع أن أنت قط اللبس دي أنت بتعامل للنعيبة إزاي وقائد إزاي ويلمهم إزاي وإسكانوا حيحمسوا بعض بحاجة متفئين عليها فدي مهمة جداً لأنه الباقي من العجينة بتاعت الأهلي اللي عارف العجينة اللي هي بيتعاجم فيها للعيب كده في الأهلي هي دي اللي كان باقي فطبعاً ده لا شك مؤثر جداً أما صرح جمعة فإيه هو مش في الحزبان فالكلامنا عن راديانج وواليد سليمان نيجي لحتة مهمة جداً إحنا الوقتي في الإيباليوشن أو في التقييم الفني بتاعنا أنت لما بتيجي تتكلم على علي معلول ما يجبش أنك تتكلم على علي معلول اللي أنت شايفه في السنة دي والسنة اللي فاتت كان من أحسن لعيبة أنا بحطه السنة اللي فاتت اللي هو موسم 2018-2019 أحسن لها في مصر مش كلام صناعة أهدف وتسجيل أهدف وكرات عرضية وكان عامل شغل فوق الوصف وبالذات لو تفتكر في المباراة اللي كان بقى على الترجي في تونس لما فجأة لقيته جوه منطقة الجزاء جاب جول وفجأة راح يمين أنا عمره وشفت باك شماله يروح يمين راح تروينجل يمين وعملها العرضية بتاعت أجيه صحيح يعني حاجة كانت مبهرة كان في أفضل حالات الطبيعة وما زال ما بصراحة يعني على معلول من أفضل مصبوط من أفضل العوامل إن شاء الله بإذن الله تساعد النادي الأهلي في المقرأة اللي جاي بس أما تيجي بتتكلم بقى على علي معلول لازم هنا تخط الشخص واللي هيلعب عليه طبعا عشان تبقى تقيمك صح أنا علي معلول عنده الناحية الوجومية ممكن ياخد فيها تسعة ونص من عشر إنما النواحة الدفاعية أقل شوية بس أنت هتلعب على مين على زيزو على زيزو هنا في عبء على كلا اللاعبين زيزو هو بيهاجم بيفكر في معلول اللي هو حييجي على الناحية دا فحيلعب على مثلا لو حازم إمام اللي هو لسه راجع بعد إصابات طويلة أو أحمد عيد اللي هو لسه صغير في السن وخبراته قليلة ففي دماغه إنه أنا مسئوليتي إنما أساعد هنا فحيهاجم وهو فكره في الدفاع وحيدافع وهو فكر في الوجوم فنفس الكلام علي معلول علي معلول في العادي هو عنده سرعة الانطلاق لكن في دماغه مين زيزو اللي هو في فورمة فنية كويسة ويقدر إنه يختار ويلعب كرات عرضية فبقت الموضوع مشترك لازم أقيم اللاعبين في الأداء في الحتة دا كمان بقى نقطة مهمة جدا فارق كبير جدا بنلعيب الكلاسيك وينجر اللي هو لو جات له عشر كور تسعة منهم هو رايع على الطرف وباللعيب هو فكره في الدخول على جوه يعني فكره إنه يخش على جوه عشان كده بتفري برضو دكتور يعني إذا كان لعيب أيمن بيلعب ناحية الشمال أو لعيب أيصر بيلعب ناحية الليلة الله ينور عليك دي لسه كنت أحولك إزاي بقى أنا مثلا لو فرض إن حسين الشحات هيلعب مثلا على إسلام جابر أو على عبدالله جمعة زي ما كان المفتر الأول عبدالله جمعة بيلعب برجل الشمال فأنا لو أنا بجي من على الطرف وأنا بلفلك عايز أقطع رجل الشمال هي اللي قريبة أسهل أسهل يعني أنا لوقتي حسين الشحات رايع على خط الملعب ورايع على خط الملعب وجاري معاميين عبدالله جمعة رجل الشمال أما يطلع كده يبقى هي العدلة بتاعته لكن لو حسين الشحات ده لو بدل حسين الشحات وليد سليمان وليد سليمان بيعمل إيه مرة كده ومرات يخش من العمق فلما يخش الجوة جالك على أنهي رجل على الرجل الضعف على الرجل الأضعف فيبقى أصعب في التعامل فحتى بنوصل للدقة أنك تقول الصغيرة الدربين بيقولوا كده روح على الرجل الضعيفة لو واحد يعني مخاصة اليومين دول وانت عارف على القرى العالمية بتلاقي بس محمد صلاح هو أشوال بيلعب ناحية اليمين عشان حتى الباك ما يعرفش هو دايما يقول لك إيه مش كل واحد يبقى شغلك محفوز لكن هو لو أنت بتلعب برجلك الشمال أنت ما تعرفش هو يطرع يطلعب على الخط وليه ما يخش الجوة فعنده تفكري هي دي عارف زمان كان مفيش حاجة اسمها في كورة القدم أصلا إنه واحد أيمن هيلعب برجل الشمال مفيش ولا واحد بيلعب برجل الشمال يروح يمين مكانش فيه بقت سماها بقت في علم كورة القدم كده الوينج العكسي أو الجناح العكسي اللي هو صلاح بيلعب برجل الشمال فبيروح يمين أجيب يلعب برجل الشمال فبيروح شمال يعني يعني العكس ليه لأن ما بقاش في كورة القدم إنك بتلعب على الخط بس عشان كده حت الأجناح السابتة دي ليه اختفت من كورة القدم لأنك إنت لو بتلعب الوقت الجناح كده زي مصف عبد الزمان جهير من الكرة ويجري وراها لكن ما فيش كده الوقت وعلى مستوى الأرقام تحس إن دايما الباكات الظاهرين الجنب هم أكتر ناس بيعملوا كروسات لأنه خلاص ما بقاش بيبقى دايما الوينج هو اللي بيخش الجوة بيوسع مساحة للباك عشان هو اللي يعمل الكروس اللي هو الأوبرلاب فدي كلها بتتحسب الحسابات دي فين الحسابات دي في الأطراف هيكون لها شكل كبير أو دخل كبير بمواجهة الأهل والزمان اللي حيلعب عند قدام علي معلول جابها سنائية فيها مؤكد زيزو زيزو دا اللي هو الوينجر بس مين اللي حيلعب قدامه هل أحمد عيد ولا حازم إمام حازم إمام عنده خبرات أكتر وبيقوم بالأدوار الهجومية أكتر بس بحكم النفس والسن أحمد عيد يقدر يبقى في السرعات يقدر مينتنانس أو يبقى في السرعات الاستمرارية في السرعات لفترات كبيرة فدي يعتمد علي معلول أما يطلع مين اللي حيقوم بالتغطية هنا دا لازم بقى من أدوار مهمة جدا للتنين الديفندرز الوقت يبقى حمد فتحه السلية واحد منهم لازم يبقى في دماغه طول الماتش إنه هو حيغطي الحتة اللي هو بجانب بقى تاني إن انت قدامك جونيور أجايي يعني هو مثلا منتكلم في ناحية علي معلول جونيور أجايي جونيور أجايي أصلا ما يتوساش هو من غير ما تقوله هو عارف نفسه هيرجع في الحتة دي وهيقوم بدور الباك يبقى إذن اتنين على اتنين بس الاتنين على اتنين دي ممكن توفر زيادة عددية بالديفندرز يعني لو مثلا بيلعب النحية دي مثلا السلية والسلية جاه قابل من بدري شوية يبقى وفر خلى لك الاتنين دول عندهم خريه في الحركة أكثر خلى أجاييه وعلي معلول قدام شوية ليهم نفس شوية منرجع بساعد بساعد بيتقل الجزئية دي برضو الديفندر ما تقابلش بسرعة عشان ما تترأس أو ما تبعش نفسك أو ما تبعش نفسك فعطل عطل كلمة عطل دي لو مثلا أجاييه طالع وعلي معلول طالع ومثلا كرة ناحية ناحية الميل لنادي زمالك وعمر السلية قابل مش لازم عمر السلية لازم يأتعى الكرة ده ممكن يعطل شوية لغاية ما واحد من الاتنين يرجع يغطي مركزه فده الكبرينج اللي بتكلمه علي نجي بقى الأهم منطقة في الملعب هي المنطقة الفاصلة لصالح فريق على الأخر عشرة اللي هي لأ الناحية التانية اللي يجرع اليومنا شمال الزمالك الناحية دي المفترض إن محمد هاني هو اللي حيلعب وإن شاء الله يكون سليم بقى ويكون في الفورمة كويسة لأن لازم اللي يلعب في الحتة دي يكون فورمته البدنية أولا اللاعب مؤثر في الزمالك دلوقتي اللي هو بنشرق هنا لازم أما تيجي تفصص الحتة دي تشوف نوعية بنشرق إيه غبالك أنت متحلل أكتر وتخش في عمق أداء اللاعب فيه لعيب سرعته بالكورة لو بيجري الواحده ما يبقى شريع أما بيجري ورا الكورة يقول لك الكورة دي هدف فأنت بتحمسك بتخلي الأدرينالين يفرص في جسمك فبتجري بسرعة أكبر السرعة دي وفيه لعيب سرعته بكورة طب بنشرق بنقني نوعية بنشرق لو استلم وحدة طويلة كده يقل لخمسين في المائة قوة بنشرق في استلامه بكورة يعني أنت لو خليته استلم قوةه في أنه يقدر يرقص ويقدر يعدي ويعمل عرضية يعمل شغل يخش الجوة زي مثلا ما حسب مباراتات الترج في سوبر الأفريق تعرف أنا حدي حسين الشحات في رجلية أو أديله في مساحة أنا أديله في رجلية عشان لو عملتله في مساحة ما عندوش السرعات الكافية أنه يوصل فدي بيتبان أنت قلت النموذجين بنشرق والشحات قوتهم في إن معاكورة هو عنده المهارة يعني فعشان كده حسين الشحات وجوده في الناحية اليمين دي هو عنصر فارق بالنسبة للأهلي يعني الجابة اليمين للأهلي اللي بتقابل الشمال لزمالك ونفس الكلام بنشرق بنشرق فبنشرق أنا شايف إنه هو إما إن بنشرق حتوقفه حتوقفه إزاي لا تعب بأنه يجري في مساحة دي المدربين يقولك يعني هو أنت قوته فيه إنه يستلم الكرة فبقدر الإمكان نمر واحد ما يستلمش مش كمان قبل ما ما يستلمش إنه تقطع خط التمريرة يعني أنا لو مثلا واحد في نص الملعب طريق حامل بيلمي مثلا الكرة وعايز يدي بنشرق لا يبقى الضغط على طريق حامل عشان أمنع أصلا قافل عليه زوية التمرير عشان ما يوصلش ولو القرة وصلت له يبقى الضغط ضغط عليه بشكل مباشر بتأثر عليه الوقت والمساحة إنه يقدر تعرف يا دكتور اللي هو المهارة إنه هو لو استلم ولف وبقى مواجه ليك حتقابل صعوبة نجوز بقى إنك تضغط عليه في وقت قليل جدا حتى لو استلم عشان ما يستلمش لا قدرة اللعب برضو في حتة مهمة بتتقاس دلوقتي حتى بال بالمايكرو سكند يعني يعني إيه بيقولك إيه فيه لعيب الكرة وهي جياله القرار بتخزن في دماغه عارف إنه هو حيسنت كده ببص على طول اللعيب جياله من وراه أو حيروح جات له الكرة خدها كده بمباشرة شط بيها بالشمال أو عمل خطوة منتبع الكرة في التعامل اللعب أو هي جياله ثلاث خطوات استلام تهيئة أو ترقيصة ثم تصرف إما بتمرير أو تزديد التلات حاجات دول ممكن يعملهم بواحدة جات له كده تيك خلاص هي واحدة أو يعملهم باتنين سند وتيك أو واحد بقى يعملهم تلاتة يعني خندة ولمة ولمة من اللي بيعملوا خطوات بين شرقي من اللي بيعملوا خطوات برضو حسين الشحات بس بين شرقي عنده خطوات أكتر هو لو لو سبته كده بيجري مش هيئة يعني هو ما عندوش سرعات وما عندوش برضو الناحية البدنية اللي هي يروح ويجي ويروح ويجي لا ده هو عايز ياخد اتنين بس يخدوا من واحدة يخش الجوة واحدة يلعب على الطرف يعني يعني غير الشحات برضو بدنية لما يكون فتن لأ عنده أكتر شوية يعني ممكن يخش الجوة نيجي بقى النقطة مهمة وهي أخيرة الهارموني بين الثلاثة اللي تحتراص الحرب هو مش كل واحد شغال لوحده أنا كلمت لوحده على حسين الشحات إنما ما يستلم وما يستلم بيقدر يتصرف إزاي بيخش الجوة إمتى كل واحد بيشتغل إزاي لوحده لكن التلاتة مربوطين إزاي مع بعض مربوطين إزاي أنا مثلا أجي الوقتي هيخش واحد براس حربة وممكن مروان يطلع لبرة يستلم من تحت ويروح جيله من هنا مين أفشة شوف التركيبة دي إزاي تعملها نفس الكلام في الزمالي إن لو بنشرقي دخل لجوه وسع له مصطفى محمد كده دخل مثلا اللي تحتي أما كان أوباما بس هتوق أوباما مش هيلعب مين اللي حيخش بنشرقي بقى في العمق خش في العمق الكرة البينية ما بين السردباك والباك يعني دي الكرة البينية إن فيه واحد بيخش وبتتعامله الكرة ما بين السردباك والباك يعني بين السردباكين فده ده الهارموني بحاداتك بتتكلم عليه إن التلاتة لما بيشتغلوا بيبقى مربوطين ببعض بشكل مباشر مزبوط كده رأس الحربة بقى عنده حاجتين بند اللعب الألعاب الهواء اللي هي ضربات الرأس وكده جوه المنطقة ده يمكن مصطفى محمد من أمهر اللعيبة اللي بيعملوها دي وقت لكن على الأرض الكرات اللي هو التعامل بقى إن أنا بشتغل محطة وممكن أفض السكة دي لسه هو بره البوكس يعني خطورته أقل شوي بتلاقي حاجة بتسنت حاجة النفس الكلام اللي اتنين الديفندرات أما بيقول مثلا الديفندرات الآلي اللي اتنين أنا فاكرة قلتلك من زمان النفايلر ما كانش بيقول في مركز ست لتنين تمانيات اتنين يكملوا لتنين يسددوا عشان كما كان السلائي مثلا بيلعب مع ديونج بفترة طويلة الاتنين بيسددوا الاتنين بيكملوا في الوقت اللي بيزيد عمر ديونج بيقفوا العكس لما ديونج بيزيد عمر بيقف في آخر حاجة اللي هي الواجبات اللعيب اللي مش في ناحية الكرة يعني مثلا الأهل بيهاجم من ناحية اليمين عن طريق محمد هاني والشحات جاي هنا في حاجة اسمها إن انت بتضم اللعيبة دول بيعملوا زي خط مائل عشان انت برضو ممكن فجأة كرة تيجي بالناحية العكسية وتبقى ترتد عليك بهاجمة خطيرة فازاي انت ترحل الى نظرية الترحيل ده بيرحل هنا وده بيرحل هنا نسا ولياكم مثلا وانت بتلعب في اليمين راح مكمل السلية معاه يبقى ديونج سيبت كده شوية بعد هنا الترحيل الجزئي لغاية ما معلول يبقى قافل هنا وممكن كمان جون جاي ينزل يبقى هو الباك في الحالة دي فالترحيل ده والتقفيل ده ده مهم جدا 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 لان عدد اللعيبة اللي عندهم مهرات في الفريقين اللي يقدروا يستغلوا المساحات دي كبير فانا بالمعادلات دي كده كلها الاهل يتفوق فنيا بنسبة ضئيلة جدا زادت النسبة شوية بعد غيابات الزمالك بينما الزمالك عنده تفوق نفسي ان الزمالك السنة دي خلق من نفسه فريق بنسميه فريق المناسبات اللي هو ايه في المناسبات الكبيرة اما جاتها جميع النقاط ما جمعش وتعاد عن الدورة فريق كبير برضو واحد وعشرين نقطة فريق كبيرة جدا بالاول والتاني لكن اما بيجي على مباراة بيعرف يلعب بالمباراة دي هي دي نقطة نقاط التفاوق وفي النهاية العنصر بقى اللي أنا قلت لك عليه عنصر يوم المتش حالة اللعيبة يوم المباراة عمالي نتكلم بنشرقي وبنكلم بالشحات هو شكله ايه ساعتها هو ده المهم يا رب ان شاء الله يبقى يوميها ان شاء الله كل اللي عبتنا على المستوى اللي احنا واثقين ان شاء الله انه ما يكون على مستوى بدني وفني عالي ويكون يا رب ان شاء الله نتمنى اولا دكتور طارق ان المباراة تخرج في اطار تنظيمي بشكل رائع اطار يليء باسم مصر واسم الناديين الكبار ولكن اولا اخيرا نتمنى اكيد ان شاء الله الكأس انشحنا ان شاء الله ابطال التسع باذن الله ان شاء الله شكرا لك شكرا لك ده كان لقاءنا مع الدكتور طارق الادور بعد الفاصل معنا اتنين من الكباتن الكبار كابتن مار همام وكابتن عادل تعيون